اكتست بورصة الكويت باللون الأخضر في ختام جلسات شهر أكتوبر الماضي وسط زخم السيولة بعد إعلان القطاع المصرفي لنتائجه المالية التي جاءت إيجابية التفاصيل في التغيير التالي محصل أسبوعية خضراء لبورصة الكويت مع ختام شهر أكتوبر الماضي وسط زخم من سيولة التداول والتي سجلت نحو 1 مليار دينار تفع مؤشر السوق الكويت وعراق المالية بمقدار 176 نقطة تقريبا 2% مقارنة في الأسبوع السابق متوسط قيم تداول في هذا الأسبوع كانت 90 مليون دينار مقارنة مع 60 مليون دينار في الأسبوع السابق بارتفاع تقريبا 50% تركزت التداولات على بعض الأسهم في السوق الرئيسي مثل ما نقول شركات المتوسطة والصغيرة 11 غطاء مرتفعا على رأسها قطاع منافع بينما تراجع قطاع التكنولوجيا مع استقرار قطاع الرعاية الصحية لاحظنا أيضا هناك تداولات على أسهم في السوق الأول وأغلبها أسهم بنوك ولاحظنا من الشراء كان هناك إقبال من المستثمرين الأجانب في اقتناء هذه الأسهم خاصة بعد هدوء نسبي في الوضع الجيوسياسي واستقرار أسعار النفط على تقريبا 68 أو 69 دولار سهم مدينة الأعمال متصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 322 مليون سهم وسيولة بقيمة 43 مليون دينار تقريبا فيصل الجاسم قناة الأخبار